موسيقى 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 أهلا أعزاء المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقات الخاصة شخصيات ميلادية أنا بتكلم من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة على أورشليم القدس بلدة جميلة جداً معظم الأحداث الكتابية في الأسبوع الأخير حدثت في هذه المدينة من طبعاً نزول يسوع من هذا الجبل ودخوله إلى أورشليم الظافر وإلى ألامه وصلبه وموته وقيامته من بين الأموات لكن في هذه الحلقة رح نتكلم عن شخصية عجيبة شخصية ميلادية مش مذكورة إلا في إنجيل لوقة وأقصد شخصية سمعان الشيخ أنا أدعوكم حتى نتعلم مع بعض مين هذه الشخصية للعبة دور مهم من هو سمعان الشيخ وشو اللي ممكن نتعلم من خلال رسالته ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان باراً طقياً ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة النموس أخذه على ذراعيه وبارك الله أهلاً أعزائي مرة أخرى من جبل الزيتون حديثنا في هذه الحلقة عن سمعان المتقدم بالعمر إحنا منسميه سمعان الشيخ سمعان الشيخ طبعاً كان موجود في منطقة الهيكل طبعاً جبل المريا والهيكل ولما دخل مريم ويوسف طبعاً كان أول شخص يمكن بيشوفه أول كاهن اللي أخذ وبارك الطفل يسوع المسيح سمعان الشيخ من اسمه منعرف أنه كان متقدم بالعمر لكن هذه الشخصية ممكن نعرفها من أكم كلمة أوحي إليه بالروح القدس نستطيع أن نكتشف أنه كان شخص ممتلئ من الروح القدس كان بينقاد بروح الله وكان شخص مؤمن حقيقي غير عن المتدينين سواء الفرسيين أو الصدقيين اللي كانوا بس بركزوا على مظاهر التدين الخارجي لكن كان في عنده توقع كان في عنده انتظار وكان في عنده رسالة أيضاً كان بيتحرك بالروح القدس أوحي إليه بالروح القدس وطبعاً كان موجود في الهيكل وحنا بنعرف أنه مريم ولدت الطفل يسوع في بيت لحم وبحسب لويين إصحاح 12 المولود ذكر طبعاً المرأة بتكون نجسة إلى سبع أيام أنا بتكلم من ناحية تقصية طبعاً وفي اليوم الثامن لازم يختتن كل ذكر يهودي يختتن باليوم الثامن وهذه علامة العهد من أيام إبراهيم وموسى ركز عليها في النموس في الشريعة وطبعاً في اليوم الثامن يختتن وفي اليوم الثامن أيضاً يسمى الطفل سواء يسوع وإحنا بنشوف كمان في قصة يحنى المعمدان السمية يحنى في اليوم الثالث طبعاً بعد 33 يوم يعني 7 زائد 33 يوم بالنسبة للذكر مكتوب أن المرأة في دم تطهيرها بتظلها 40 يوم وبتكون يعني فترة نقاها فترة استراحة استرداد قوتها لكن لما بيجوا إلى منطقة الهيكل لازم يقدموا ذبايح وهذه الذبايح كان بالتحديد بقدموا ذبيحتين بقدموا خروف ذبيحة محرقة وطبعاً بقدموا إما فرخي يمام أو فرخي حمام لذبيحة الإثم هذا كان ما يفعل عادةً اليهود بحسب الشريعة اليهودية ولأن يوسف ومريم كانوا من طبقة الفقراء يعني كانوا إلى فقر مدقع يعني فقر صعب جداً قدموا فرخي يمام وهذا اللي قدروا عليها أن يقدموا لهذه الذبايحة لكن الجدير بالذكر في منطقة الهيكل في مكان يسمى رواق سليمان حطين صناديق وهي الصناديق هي على شكل بوق وبعتقد في البوق الثالث طبعاً هاي بيحطوا تقدمات عديدة منها لبناء الهيكل للإصلاحات ولمشاريع عديدة في البوق الثالث كان بيسموها تقدمة الفقراء لأنه الشخص اللي ما بيقدر يقدم ذبيحة ممكن تستخدم هذه الفلوس لتقديم الذبائح عن الفقراء اللي ما بيقدروا يدفع نفسهم فهون إحنا منشوف إنه مش بس يسوع ولد في مذود فقير وقال ليس ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه أجى من عيل فقيري جداً يوسف النجار والقديسة المطوبة مريم العذراء فطبعاً التطهير يؤكد نجاسة الإنسان بالمقابلة مع قداسة الله الله كلي القداسة كلي النقاء فبيقوموا بهذه الشرائع التقصية تعبير عن التطهير الخارجي لكن تعبير عن نظافة داخلية وعن نقاوة داخلية هذا بالنسبة للذكر أربعين يوم طبعاً بالنسبة للأنثى بعد تمانين يوم بيقوموا في تكريس الطفل بالنسبة للأنثى وبالنسبة للذكر بعد أربعين يوم وهذا طبعاً يعني بيكون فترة أنه ترتاح وحتى تسترجع الصحة والنظافة كمان وحتى يكرس البكر وهذه كانت وصية الرب في سفر الخروج أنه كل بكر إله يكون قدس أو يكون مقدس للرب مخصص للرب مكرس للرب والجدير أنه الله طلب هذا الشيء بعد ضربة أبكار المصريين في سفر الخروج فبالمقابل كل شخص لازم يفتدى يعني كل ذكر لازم يفتدى أنه إذا ممكن بدفع الفلوس لكن لازم يتكرس لازم يتخصص ويكون ملك الرب كل بكر فاتح رحم هو قدس للرب صورة لرعبة أماماً When they presented Jesus 41 days after his birth at the temple in Jerusalem we had this very strange interlude where Simeon, the age of Simeon is there at the time along with Anna the prophetess and now they find their messianic dreams fulfilled in this baby Simeon is a fellow who if you open the Bible يبدو أن يستعر بلوط ويتم يعترف أن يكون يومي في المنزل في فقه يوجد توقيت الزائحة في مذيئة ويجب أن يتبع المستوى أن يكون هذا البيع ويجب أن يكون جيدا س Bangor فقه يجب أن يكون سبق الحب أن يومي لهم في كل ٦ي إساة يأل أداف في الزائحة خلال مباشرة كيف يجب أن يكون ٙ ٰٙ جسرينة أهلاً أعزائي من الواصل الدرسية ورستنا من جبل الزيتون عن شخصية حلوة كتير بالكتاب المقدس شخصية سمعان الشيخ بالحقيقة كل الأحداث واضحة أنه الله له السيادي المطلقة الكاملة على كل شيء لاحظ أنه الملاك جبرايل بشر زكريا بالهيكل ثم بعد ست شهور ببشر القديسة مريم العذراء والآن طبعاً يوسف ومريم جايين من بيت لحم إلى القدس أرشليم كعادة اليهود لأنه المسيح ولد تحت النموس وجاء لا لينقض النموس بل ليكمل النموس وجاء ليختتن ويسمى ثم جاءوا للتطهير يعني تكريس الطفل يسوع المسيح ما كان عندهم أي فكرة مع مين رح يتقابلوا ما كانش في أجندة والرزنامة شو البرنامج رح يكون رح يقوموا بكل المرسيم اللي بتطلبها شريعة موسى ولكن عندما جاءوا إلى الهيكل تقابلوا مع سمعان الشيخ وهذه الشخصية بمكتوبة عنه إذ أوحي إليه بالروح القدس فكان بيتحرك بالروح وكان بينقاض بالروح القدس سمعان الشيخ الكتاب المقدس بيعطيه أوصاف إنه مش بس بيتحرك بالروح القدس كان رجل بار مستقيم عنده استقامة عنده صدق عنده أمانة وأيضا كان تقي بخاف الله يعني عايش في حياته حتى يرضي الله ويسر قلب الله كان عايش بنقاوي بطهارة عايش بقداسة وعم بعيش بالمسلك الصحيح وكمان أيضا هو كاهن بحكم شغله في الهيكل والكاهن يعتبر جسر يعتبر قنطرة اللي بيخدم بيقدم الناس لالله والله للناس لكنه أيضا زيادة على ذلك كان نبي أوحي إليه بالروح يتكلم كلمات بروح النبوة يتكلم كلمات عن مصير مستقبلي ويتكلم كلمات للقديسة مريم العضراء بروح النبوة سمعان الشيخ ما منعرف عنه كتير سوى ما هو مكتوب في البشرة في الإنجيل المقدس بحسب البشير لوقا لكن من التقليد يمكن نلقي الضوء بعض الشيء على هذه الشخصية يقال أنه لأنه كان مستقيم جدا وكان صادق فهو الشخص اللي وبخ أرخلاوس أرخلاوس إذا بنت تذكروا أنه لما رجع يوسف ومريم من مصر كان أرخلاوس ابن هيرودوس الكبير بيحكم هذه المنطقة منطقة اليهودية وكان شخص شرير وفاسد قتل ألاف من الناس يقال أنه وبخ أرخلاوس لكن القصة اللي أجمل أنه سمعان الشيخ هو بيقرأ في مخطوطة إشعياء النبي كان بيقرأ في نبوه في إشعية سبعة آية أربعة عشر هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل فابتدى يتساءل معقول أنه عذراء تولد طفل كيف بيكون الموضوع كان بيتساءل عن فكرة المعجزة في هذا الموضوع ويقال أنه الرب أوحى إليه أنه رح يضلوا على قيد الحياة عايش سنين طويلة حتى يشوف هذا الخلاص بعينيه وأنه فعلا أنه لما بيجي الطفل يسوع رح يدرك تتميم لهذا السؤال اللي كان بيدور في ذهنه إلى عشرات السنين وطبعا هو بيخدم بالهيكل جاء يوسف ومريم حتى يكرسوا الطفل يسوع في هذا اليوم كان يوم مميز يوم خاص طبعا في أوقات معينة للخدمة الروح القدس أوحى لسمعان أن يروح للهيكل وفعلا لما جاءت مريم وجاء يوسف حمل الطفل وكالمعتاد بقدم الطفل أمام الله بحركات معينة تشبه حركات الصليب وبيرفع صلاة وبيرفع بركة حتى الله يبارك هذا الطفل يكون مخصص يكون مكرس يكون قدوس وقدس للرب أخذ الطفل وباركه لأنه كان بيتحرك بالروح خلي في بالك أنه الكل بينتظر مجيء المسيح الكل بيتوقع والناس عم بتروح إلى الهيكل لعله الشيء يحدث في هذا اليوم لكن لاحظ في كلمات سمعان الشيخ عن يسوع المسيح أنه هذا المسيح جاء من أجل تعزية إسرائيل وهي التعزية بنشوف في الثيم المغزى هذا في آيات وصفحات كثيرة في العهد القديم فبيقتبسها من العهد القديم لكن هو توقع الأجيال ومحط الأنظار بينتظروا مجيء المخلص مجيء المسيح ومجيء المسيح هو تعزية لإسرائيل لكن بضيف شيء آخر بروح النبوة أنه المسيح مش بس جاء حتى يكون تعزية لإسرائيل لكن المسيح جاء وبيحكي وبيذكر العبارة نور للأمم وهاي العبارة كمان نشوفها عدة مرات في العهد القديم ولسيما في سفر إشعياء إصحاح 42 آية 6 إصحاح 49 آية 6 في إشعية إصحاح 9 وآيات كثيرة أنه المسيح هو نور العالم أنه المسيح هو نور للأمم فإذن هذا الخلاص مش بس اليهود اللي كانوا بينتظروا وبيتوقعوا هذا الخلاص بيتكلم عنه سمعان رح يشمل والأمم وأنه المسيح رح يكون نور لجميع الأمم الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل سمعان الشيخ كان كاهن مملوء من الروح القدس بار وطقي وكان أيضا بيتكلم بروح النبوة عادة بيجوا بكرسو الطفل وبتقدم الذبيحة وخلاص كل واحد بيرجع إلى حاله بس هذا اليوم كان يوم تاريخي كان يوم مميز في الرحلة الميلادية ولسيما في شخصية سمعان فاتكلم كلمات بروح النبوة على ثلاث مراحل أول شيء بيكلم الله من أجل نفسه بعدين بيتكلم بنبوة عامة اللي بتشمل كل الجميع كل الشعوب إلى المستقبل وبعدين بيوجه نبوة خاصة لمريم العذراء فإذن أخذ الطفل وباركه وأنه عمل كل هذه المرسيم منشوف أنه بيتكلم في تعبير كتير كتير مهم بيرفع عنيه هذا السمعان الشيخ ويقول الآن تطلق عبدك بسلام يا سيد تطلق عبدك بسلام لأن عينيه قد رأتا خلاصك أو قد أبصرتا خلاصك كان بيتوقع هذا الخلاص مثله مثل الكاثرين وكان بينتظر إلى هذا الخلاص ففحوى رسالته الظاهر كان فيه علاقة خاصة وعلامة خاصة بينه وبين الرب الرب أوحى إليه هو عم بيبارك هذا الطفل وبينظر إلى الطفل غنى أغنية وهي الأغنية طبعا هي مخصصة لسمعان اللي بتسمى الآن تطلق عبدك يا سيد بسلام خلاص إنه أنا كلها السنين اللي أنا كنت بنتظر ويقال إنه عاش حوالي 113 سنة كلها السنين اللي أبنتظر خلاص اكتمل الوقت وأنا فعلا أمام عيني قد أبصرته خلاصة تخيل معي عم بشوف الطفل يسوع لكن بيتكلم عن أهمية هذا الطفل وعن الهدف والغرض لمجيء هذا الطفل جاء يسوع لكي يقدم الخلاص يدعى اسمه يسوع يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم تطلق عبدك عينية قد أبصرته خلاصة بروح نبوة في مجرد أنه بينظر للطفل يسوع أدرك أنه المسيح جاء لكي يقدم خلاص بموته على الصليب وبقيامته من بين الأموات فهو الذي قال بروح نبوة عن المسيح تعزية لإسرائيل عزو عزو شعبي يقول الرب في شعية أربعين وأيضا نور للأمم وهذه الآية على فكرة اقتبسها الرسول بولوس في أعمال إصحاح 13 آية 47 يقول أقمتك نورا للأمم لتكون خلاصا إلى أقصى الأرض سمعان الشيخ بيتكلم عن خلاص لشعوب عديدة ونور للأمم يعني هذا الخلاص بيشمل أيضا الأمم وهذا موضوع كتير كتير مهم خلي بالك إنه سمعان كاهن في هيكل الله وبالنسبة لكتير من اليهود كان عندهم الأفق ضيق صعب يستوعب إنه دخول الأمم لأنه الأمم نجس بالنسبة لليهود فبيتكلم إنه المسيح نور للأمم فهذا الخلاص لكل الشعوب حتى في الكنيسة الأولى ما استوعبت هذا الشيء لما بولوس خدم والأمم رجعوا للرب وصار في مجمع أورشاليم في أعمال الرسل إصحاح 15 إنه الأمم مش بحاجة إنه يختتنوا أو يتهودوا فموضوع أخذ فترة زمنية حتى يستوعبوا يستقبلوا هذا الفكر اللي تنبأ عنه سمعان الشيخ ثم يقول إنه هذا الطفل وضع لسقوط وقيام الكثيرين ولعلامة تقاوم وهذا فكر من العهد القديم إنه بيتكلم عن المسيح حجر عثرة حجر صدمة للذين يرفضونه وطف طبعا واجه الرفض أيضا بعدين وجه نظره للقديسة مريم وقال لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار في قلوب كثيرة نبوة صعبة أحبائي من ناحية عم بغني تطلق عبدك بسلام يا سيد لأن عيني قد أبصرتا خلاصك وحاليا بوجه هذا الإعلان لمريم إنه فعلا سيجوز سيف بيتكلم عن كم الألام اللي رح تشوف مريم الألم الأول لما كان يوسف أراد أن تخليتها سرا والألام الأخرى لما هذا السيف اللي فصل السيف في العهد القديم هو السيف الفاصل فصل حتى في العلاقات العائلية لما قال يسوع من هم أمي وإخوتي هم الذين يفعلون مشيئة أبي الذي في السموات وخلي بالك هذا السيف يجوز عندما كانت مريم عند الصليب وشفت شاء رأت رفض الناس لابنها يسوع المسيح ورأت آلام المسيح على الصليب لكن كان عندها التعزية وكانت تدرك أنه جاء المسيح لغرض معين فهذا السيف اللي بيفصل لكن هذا السيف اللي بيجوز في نفسك هو مش خنجر صغير بيتكلم باللغة الأصلية عن سيف طويل اخترق طبعا نفسها مما سبب آلام كثيرة يسوع تقلم ومريم أيضا تقلمت من أجل يسوع المسيح لاحظ التركيز في أغنية سمعان أنه كل التركيز هو على الخلاص بينتظر خلاص الرب وهذا المغزى اللي بيتكلم عنه سمعان في منطقة الهيكل في أور شليم When Jesus was born and from the moment that his parents suspected that his destiny was to be the true king of Israel not this king of the Jews thing with Herod the Great and his descendants but that this responsibility would fall to this young child I have no doubt this was a fearful, fearful thing that they would have recognized the dangers even the fleeing and temporary relocation to Egypt would be an indication of that but I think there would be the hope too that you know Jesus the son of theirs would be recognized he would be coronated he would be the king that Israel would be then revived I mean you hear that in the Magnificat Mary's great song recorded in Luke where she says my soul magnifies the Lord and she alludes to prophecies and promises to the patriarchs there's not a hint in her great song that she anticipates that her son will suffer but a very spiritual man speaks prophetically to her a man named Simeon and he sees in this child redemption for Israel a blessing for Israel but a pain that will pierce Mary's heart so there's at least a hint early on that there could be some serious grief being said all of them I think there is no benefit Mary and Iussef were very reveals at least from all those verses that they hear and they have discovered and they see however they are about to guess أن هذا الشيء يسير لكن مريم عميقة التأمل وطبعا عندها بعد روحها عميق تدرك هذه الكلمات اللي تنبأ سمعان عن مريم سمعان الشيخ طبعا هو شاف خلاص الرب شاف الطفل يسوع المسيح لكنه تنبأ عن هذا الخلاص اللي تم بواسطة الرب يسوع المسيح له كل المجد أجوا يكرسوا الطفل حتى يكون مكرس مقدس للرب لكن رجعوا برسالة نبوية أعظم سمعان الشيخ اللي حمل الطفل يسوع أوليث عجبا حمل الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته يسوع أيضا حمل خطايا سمعان في جسده على الخشبة على الصليب حتى يكون خلاص للجميع فعلا أحبائي الأحداث الملدية والشخصيات الملدية عم تلقي الضوء على زوايا بتورينا نبوات من العهد القديم أحداث في مخطط الله تحركات ملائكية تحركات سماوية حتى يوصلنا كله إلى الشخص المبارك إلى شخص يسوع المسيح المخلص الوحيد أنا بصلي من كل قلب أنك تباركت اليوم وأن هذه الرسالة تكون سبب خلاص لحياتك بحب أسمع منك تحركات سماوية تحركات سماوية